الضاحية الجنوبية لبيروت في مرمى القصف الإسرائيلي خمس مرات منذ الثامن من أكتوبر والهدف اغتيال أو محاولة اغتيال أهم قادة حزب الله باكورة هذه السلسلة فؤاد شكر بغارة على مبنى بحارة حريك كان أولى الاغتيالات وهو عضو المجلس الجهادي ومعاون الأمين العام حسن نصر الله بعد أقل من شهرين استهدفت إسرائيل إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان والعضوى في المجلس الجهادي أيضا لم يكن عقيل الوحيد الذي قتل جراء هذا العضوان معه اغتيل أحمد وهبي مسؤول التدريب بالحزب مع 14 قائدا آخر في المقابل فشلت محاولة اغتيال العضو الآخر في المجلس الجهادي علي كاركي منذ أيام نعى حزب الله قائد منظومة الصواريخ إبراهيم قبيسي إثر هجوم على مبنى سكني في منطقة لغبيري آخر اعتداءات حصلت الخميسة السادسة والعشرين من سبتمبر حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد القوة الجوية في الحزب لا تزال الضاحية الجنوبية حتى الآن باستثناء هذه الاغتيالات خارج العضوان الإسرائيلي اليومي الذي يطال معظم مناطق الجنوب والبقاع فهل هذا يعني ابقاء بيروت وضاحيتها خارج المعادلة الجديدة؟ ماريا بياطنروس قناة الغد ترجمة نانسي قنقر